تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة من صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين ورفع صاحب المعالي في البرقية باسمه ونيابة عن جميع منتسب قوات دفاع البحرين إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني وأكد القائد العام لقوات دفاع البحرين في برقيته أن ميثاق العمل الوطني يأتي تكريسا للرؤية النيرة والحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعى لبناء مستقبل على أسس من الثوابت الوطنية والتطوير في مملكة البحرين بدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله داعي الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بعونه وتوفيقه ويديم على مملكة البحرين الرفعة والعزة والرخاء